عاوز اهني مجلس ادارة النادي الاهلي وعايز اقول لعضاء الجمعين العامية للنادي الاهلي مبروك عليكم مجلسكم النادي الاهلي بيفتح الفرع الرابع حاجة يعني بقول لكم انا ما رحت وشفت حاجة فوق الوصف حاجة اكين ده ممكن ممكن النادي الوحيد في افريقيا وعلى اوروبا عنده اربع فروع وكل فرع احلى من التاني وخاصة الفرع بتاع التجمع الخامس ده حاجة يعني انا ما شفتش كده مبنى اجتماع على اعلى مستوى اعادات بره في التراس حاجة تفرح سومنج بول حاجة ما فيش بعد كده نادي النادي الاهلي يعني انا بقول مبروك عليكم اعضاء الجمعين العامية مجلس ادارة بيحاول اياه تفنن عشان بعض الناس التانية اللي هي عاوزة تهدم اللي قاعدة بس للغلط تقولك ايه اصلي النادي الاهلي مجلس ادارة بش فاضي غير للحالة الاجتماعية في النادي يعمل كراسي يعمل نادي تمهو قاعد النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله بيلعب في بطولة افريقيا وان شاء الرحمن حقها للمرة الحداشر وعمل فرعة 6 اكتوبر وعمل فرعة تجمع الخامس ولسه مجلس ادارة ما بيتكلمش كتير ما بيرغيش صوته بش عالي بيرد قانونا والنادي اللي اتعامل بتاع التجمع الخامس كان فيه شخصيات غير عادية موجودة في الفر وتعامل ايفنت حفلة مفيش بعد كده حاجة مشرفة وانا وانا قاعد بقول الحمد لله لانا طلعت بلعب في النادي الاهلي حاجة يعني فوق والله العظيم ما عارف اوصف لكم الجمال اللي كنا فيه نادي عظيم حفلة جميلة ناس كلها قاعدة مبسوطة اعضاء جمعية عامية قاعدين بشمسادين ولا جميلة النادي بالاهلي ده بتاعنا هو ده فعلا فانا اولا بهني مجلس الادارة واللي عاوز يقول يقول يعني انا عارف ممكن ان اللي عاوز يتكلم يقولك اه انت بتطبل اللي عاوز يقول يقول انا بقول اللي انا شفته لان انا اللي حاسبنا عليه ربنا مش انتوا اللي هتحاسبوني عليه مبروك لمجلس الادارة بالكامل وعرأسه الكابت المحمود الخطيب على الانجاز الكبير اللي اتعامل وحاجة يعني حاجة مشرفة حفلة مشرفة اعضاء جمعية عامية قاعدين حاجة بشمسادقين كل اللعيبة القدامة كلهم موجودين في الحفل حاجة يعني انا مشوف وشخصيات عامة كتير او شخصيات مسؤولة كبيرة في الدولة قاعدة بيبصوا كانوا يقولك هو ده فعلا النادي الاهلي اه هو النادي الاهلي انا بقول للمجلس الادارة ربنا وفاقكم ما تسمعوش كلام اسمع من هنا وطلع من هنا وما مكوش بقى من الناس اللي بتتكلم والناس اللي صوتها عالي ديت ارموا وظهركم انتوا من ساعة ما جيتوا انتوا في قدامكم لاين ماشيين عليه انتوا عايزين بتخلصوا البرنامج بتاعكم ولو المجلس ده فضل موجود انا واحد من اصحر الشحوة التاني والتالت ورابع لان الناس شافة شغلها وبتسعد اعضاء الجامعين العومية وبتسعد جماهيرهم في توازي بين الشغل في الكورة وتوازي بين في الالعاب كلها والحمن الحمد لله الالعاب كلها احنا الوقت يعني عاوز اقول لكم ايه وصلت كاسعلم في السلة وصلت كاسعلم في اليد وصلت كاسعلم في الطائرة وصلت كاسعلم في تنس الطاولة يعني في ايه تاني وانت عاوزين ايه تاني وان دي اربع فروع بسم الله ما شاء الله حاجة يعني فوق الوصف غير طبعا تنس الطاولة وغير الالعاب الجامعية كلها اللي موجودة في النادي فاحنا بنهني مجلس الادارة بنقول له للامام ومبروكة عليكم وعلينا الفروع الاربعة وانعارف ان فيه فروع في الصعيد وفي فروع في اسكندرية ولسه فيه تاني والتالت ورابع ربنا يوفاكم هو ده النادي الاهلي القلع الحمراء نادي القرن نادي القرن الاهلي فوق الجميع هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجري مع ضفنة النهاردة هنتكلم معاه في حاجات كتير جدا وهو ابن من ابناء النادي الاهلي نرجع تاني لضفنة اشتركوا في القناة